حريق هائل شب في قلعة شوري اليابانية المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو ضمن مواقع التراث العالمي الحريق الذي استمر نحو 12 ساعة قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه أتى على القاعة الرئيسية التي يزيد عمرها على خمسمائة عام وألحق أضرارا جسيمة بالقلعة الخشبية الواقعة على جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان والتي كانت ذات يوم قصرا والقلب الثقافي لمملكة ريوكيو التي ازدهرت من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر وثابع سكان وسائحون جهود رجال الإطفاء لإخماد الحريق وظهر بعضهم وهم يبتهلون باكين مع تصاعد الدخان من أطلال صرح كان يوما قلعة حمراء تصر النظرين فيما عبرت أودري أزولاي مديرة اليونسكو عن تضامنها مع الشعب الياباني في هذه المحنة التي وصفتها بأنها خسارة للبشرية بأسرها وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القلعة للحرائق حيث أعيد بناؤها عدة مرات وآخر مرة دمرت فيها القلعة كانت إبان الحرب العالمية الثانية حينما كانت أوكيناوا مصرحا لمعارك عنيفة بين القوات الأمريكية واليابانية وبات إصلاحها بعدئذ رمزا على تعافي الجزيرة اشتركوا في القناة